معانا الاستاذ شبراوي اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله في حضرتك انا بحبك في الله كتير اوي 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 احبك الذي احببتني من اجله وبارك الله فيك حضرتك على كنات الرحمة واي موقف لك بسمعك وبعاعد لك لان انا من موظفين الاوقاف واتحالت على المعاش بقالي سنتين ربنا يسعيدك يا رب ربنا يبارك لك ربنا يسعيدك ويطول في عمرك يا رب طب ليه ليه مش عايز تسعيدها بحاجة ما هي مش عايزة تسطلح مع جوزها واخدت ثلاث عيال وقعدة لوحيده وجوزها مرسوط ورغما ان والده توفى وجوزها ورس فدنين ونص وورس شاء او ساكنة بره بالاجار ومتعامدة علي ان انا روح ادي لها حاجة اقابلها ودي لها ميت جنيه طب زوجها بيسئلها لا مفيش اساءة ولا حاجة حتى لو بيسئلها تتحمل دامعها بنت عروسة نقطوبة لا لا يعني انا عايز اعرف حضرتك قريب منها طبيعة العلاقة ما يمكن الزوج عندي مشكلة انا بيسئلها متوفية واني جعلها مطرح اختي بالزبط يعني اعملها انها اختي بمطرح اختي اللي ماتت انا اعمل ساتك ايه بقى؟ انت ربنا اجزد كل خير انت يعني كونك انك تهتم بيها ده يعني عايز اقولك انا الرحمن خلقت الرحم وجعلت لها اسما من اسمي فربنا يبارك لك يا رب في انك بتصر رحمك لكن اللي انا حابب ان انا لفت انتباهك ليه اقعد معاها واسمع منها اقول لها ايه المشكلة اللي في جوزك مخلياكي ما انتش حبه انك تكملي معاه اكيد هيبقى فيه اشكالية ربما تكون احنا مشواخدين بالنا لكن القضية مش قضية ان هي خرجت فانا اطحها لا انا شايف ان احنا محتاجين نعمل معها حوار ونحاول ان احنا نترفق بيها ونسمع منها لعل وعسى ان هي يكون عندها اللي يقنعنا ولو ما عنداش اللي يقنعنا نقدر ان احنا نردها الى رجدها ونقدر ان احنا نفتح معها حوار جاد ونقدر ان احنا نعمل على ان الاسرة دي تلتأم وتستمر ويعني اسأل الله العلي القدير ان هو يهدينا جميعا الى سواء الصرار